موسيقى الموعد والاقصدي الصباحي من قناة الجزائرية الدولية أهلا بكم بداية ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة للجلسة الثانية على التوالي بدعم من توقعات نمو الطلب عالميا وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برانت القياسي تسليم شهر جنوبي المقبل بنسبة 2.6% لتصل إلى 86.85$ للبرميل على رغم من ذلك يتجه خام برانت لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 4% في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسطى الأمريكي تسليم شهر ديسمبر القادم بنسبة 2.5% لتصل إلى 82.46$ للبرميل رفعت مصر أسعار البنزين من حوى 14.3% باستثناء سعر ديزل وبحسب الجريدة الرسمية المصرية تم رفع أسعار البنزين 80% وبنزين 92% بواحد فاصلة 25 جنيه وبنزين 95% بجنيه 1 إلى 10% وظل سعر الديزل ثابتا عند 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم الجمعة ويخضع تسعر الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019 وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر السرف وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي كشفت المندوبية السامية للتخطيط المغربي عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد في الربع الثالث لتبلغ 13.5% مقابل 11.4% خلال نفس الفترة من العام 2022 تقرر الهيئة المغربية قال إن الاقتصاد المغربي عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من السنة الحالية فقدان 297 ألف منصب الشغل في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعا بين الشباب الذين سجلوا 38.2% حسب آخر التقارير سددت الحكومة التونسية 81% من إجمالي خدمة الدين الخارجي بنهاية أكتوبر الماضي حيث نجحت في تسديد أقصات القروض الخارجية التي حل أجلها في 2023 مع تعاف تدريجي يشهد الاقتصاد التونسي خلال الفترة الأخيرة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعلن الحكومة تزديدها ل81% من إجمالي خدمة الدين الخارجي بنهاية أكتوبر الماضي ضمن قيمة مالية حل أجلها في 2023 وتقدر بـ 500 مليون يورو من أصل الدين وـ 33 مليون يورو من فوائد الدين جهود تقول عنها الحكومة التونسية أنها تسعى من خلالها للمحافظة على مكانة تونس في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد خاصة في ذل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بالشروط غير المقبولة وبحسب مشروع قانون الموازنة لسنة 2024 تتوقع تونس تواصل تعاف اقتصادها خلال السنة المقبلة مشروع قانون توقع نمو للإقتصاد التونسي يصل إلى 2.1% مقابل 0.9% خلال 2023 مع استهداف خفض العجز إلى 6.6% العام المقبل مقابل 7.7% تم تسجيلها في 2023 ورغم التفاؤل بقدرة اقتصاد تونس على تجاوز إحدى أسوأ أزماته إلا أن محافظة البنك المركزي التونسي نوه إلى أن ذلك مرتبط بالقدرة على التخلص من المنظومة الإدارية التونسية المقيتة والمعيق للإستثمار في تونس على حد وصفه في وقتين اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن سياسات البنك المركزي يجب أن تكون في تناسق مع السياسات الحكومية معتبرا أن الهيئة المالية قد قامت بدور مهم في السيطرة على نسب التذخم إلا أنها مطالبة بالمساهمة المباشرة في تمويل الموازنة قال وزير الخارجية الأوكراني ميترو كوليبا إن بلاده متفائلة بانضمام كياف إلى الاتحاد الأوروبي بعد قيامها بالكثير من الإصلاحات كوليبا وعلى همش مؤتمر حول مستقبل أوروبا ببرلين قال إن أوكرانيا اعتمدت القوانين اللازمة التي طالبت بها بروكسل وإنها تتطلع بفارغ الصبر إلى عرض التقرير الذي سيمهد الطريق حسبه لقرار المجلس الأوروبي بشأن فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ودول أخرى وستقدم سلطة تنفيذية الأوروبية تقريرا في الثامن من نوفمبر الداخل بخصوص التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا أن تقرر ما إذا كانت ستفتح مفاوضات الانضمام معها قبل تناول الدول الأعضاء هذا الملف في قمة بروكسل في منتصف شهر ديسمبر المقبل انخفضت تكاليف الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة بشكل نحاد الخميس لتواصل ابتعادها عن أعلى مستوياتها الأخيرة بعدما قرر بنكو إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة كما سلكت عوائد السندات الأوروبية مسارا مشابها وارتفعت أسعار السندات التي تتحرك بشكل عكسي مع العائدات حيث يتجاه المستثمرون التعليقات الصادرة عن البنوك المركزية باحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم بشكل مسدام وانخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس بنهاية تعاملات اليوم بعدما تراجع بمقدار 13 نقطة عند مرحلة ما بعد التعاملات أدأت وزيرة الخزانة الأمريكية من المخاوف المتزايدة بشأن الأزمة الجيوسياسية الاقتصاد العالمي إلى أطراف تقودها كل من الولايات المتحدة وأخرى تتزعمها الصين مع تزايد القيود على صادرات التكنولوجيا في ظل مزاعم الأمن القومي بين أكبر اقتصادين في العالم وقالت جونة ييلان من خلال تصريحات معدة نشرتها وزارة الخزانة الخميس إن الفصل الكامل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني غير عملي خاصة بالنظر إلى تعقيد سلاسل التوريد الأسيوية والروابط الاقتصادية العميقة مع الصين في منطقة دول التكتل أبيك إن الفصل الكامل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني غير عملي خاصة بالنظر إلى تعقيد سلاسل التوريد الأسيوية والروابط الاقتصادية العميقة مع الصين في منطقة دول تكتل أبيك الولايات المتحدة تسعى إلى إزالة المخاطر وتنويع علاقتها الاقتصادية مع الصين من خلال الاستثمار في التصنيع المخلي وتعزيز الروابط مع الخلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دول المخطين الهندي والهدية يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أكبر خسارة له منذ ما يقرب من شهرين بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة وخفض المتداولين رهانتهم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وانخفض مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة صفر فاصل خمسة وخمسين بالمئة متجها نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ الحادي عشر سبتمبر الماضي وتراجعت العملة الأمريكية مقابل جميع نظيراتها تقريبا في مجموعة الدول العشر خلال تعاملات اليوم وكان الدولار النيوزيلاندي في مقدمة الغابحين ختام الموعد الاقتصادي الصباحي يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة